تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم ما في لايف نتابع معكم لحظة بلحظة مسجدات الحوار السياسي الليبي الذي يعقد في تونس ونناقش هذا اليوم اتفاقنا في تونس على تحديد موعد الانتخابات يسبقه مجلس رياسي جديد وحكومة موحدة أهلا بكم سنناقش هذا الموضوع بعد قليل اذا أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليمز يوم أمس اتفاق ملتقى الحوار في تونس على إجراء انتخابات برلمانية ورياسية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام المقبل 2021 متابع التفاصيل في هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش حول هذا الموضوع وكل ما جد من جديد في اتفاق تونس وكذلك اجتماع لجنة العسكرية في سرد أعلان الجمعاء في اليوم الخامس من المحادثات السياسية في تونس كان لافتا ومطمئنا فبعد اجتماعات مضنية ومستمرة توصل الفرقاء الليبيون في تونس إلى اتفاق على إجراء الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2021 ما يحيي الأمال في إنهاء سنوات من الحرب والفوضى وأختير هذا اليوم حسب وليمز لرمزيته فهو يوم استقلال ليبيا وسيكون حاسما لينتخب الليبيون قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإيناب استيفاني وليامز في مؤتمر صحفي بالفيديو في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك أنه سيتم تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية موحدة مؤكدة أن البعت وشركائها الدوليين لن يقترح ويفرض أسماء معينة فيما سيطلب من أعضاء السلطة التنفيذية المرتقبة الالتزام بموعد تنحيهم عن مناصبهم لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة من تشكيل هذه السلطة كما عربت استيفاني عن تفاؤلها بخارطة الطريق الوطنية وقالت أنها توفر طريقا واضحة للخروج من الأزمة الحالية وإجراء انتخابات صادقة شاملة وديمقراطية ولكن يتطلب الوصول إليها سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد مؤكدة على دعم الانتخابات بالعمل مع الليبيين للحصول على حق الاقتراع الكامل بما في ذلك تمكين الذين شردوا من ديارهم من التصويت وأيضا المساهمة في ضمان الظروف الأمنية اللازمة وكذلك التمكين الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأثنت وليامز على التزام المشاركين في الحوار السياسي وهو ما شجع على تمديد فترة المحادثات لبضعة أيام محدرة في الوقت نفسه من عرقلة الحوار بقولها لن نتسامح مع من يحاولون عرقلة التقدم المحرز فالمجتمع الدولي يمتلك أدوات قادرة على ردع المعرقلين للمفوضات الليبية بما فيها عقوبات مجلس الأمن تفاصيل تكمن فيها العرقيل على ما يبدو وهو ما يضع الحوار في سباق مع الزمان وتحدي على الصمود والنجاح ينضم إلينا مباشرة من بنغازي عبر الأقمار الاصطناعية السنوسي لحليق نائب رئيس مجلس حكامة ليبيا شيخ السنوسي نرحب بك معنا في حلقة لايف لهذا اليوم بالتأكيد تابعت ما يحدث في تونس من مستجدات وكذلك في سرط وأيضا في غدامس أبدأ معك بمستجدات الحوار السياسي والمستجدات التي طرأت على هذا الحوار اتفاق على انتخابات في ديسمبر 2021 المقبل أيضا تشكيل رئاسي وحكومة منفصلة وغيرها الكثير في تونس كيف تابعت هذه المستجدات بداية؟ أولا مساء الخير مساء نور لك ولسياد المشاهدين وعلى هذه المحطة المؤقرة ما يجري في تونس وبخصوص الحوار نحن أتمنى هذا الحوار يكون على أسس علمية وعلى أسس يعني تقاسم السلطة لصالح الليبيين ليس لصالح الأفراد لكن الآن الوضع اللي الآن موجود في تونس حقيقة الوحد يؤسف عليه يعني حوار من أجل وصول إلى السلطة وحوار من أجل تقاسم الحقائب بطريقة عشوائية وبطريقة وصول إلى السلطة وما يهماش كيف يصل للسلطة فهذه حقيقة شيء واحد يتأسف عليه يعني لأن ليبيا دفعت ثمن غالي يعني من الدماء ومن التشردم ومن التمزق ومن التهجر ومن التدمير يعني بنغازي دمرت ما يقارب 40% والغرب نفس الشي طرابلس يعني تجيل المناطق اللي صار فيه الحرب هذي الكل ندمر ما يقارب عن فوق المئة ألف ما سكان يعني فالليبيين فيه ضرور ينبو حل ضرور يكون فيه حل ما هو الحل برأيك شخص حتى يكون حل معاقب نحنا قابلين به ما هو الحل برأيك يكون سلام لا نبوش استسلام ما هو الحل برأيك فيه سلام وفيه استسلام يعني نحنا لا نرضى بالاستسلام لكن نبوه سلام لحقن الدماء شيخ سنوسي إذا كنت أسمعنا ممكن هذا الحوار اللي وصلنا لهذه المرحلة يعني مرحلة كويسة يكفي أن حقن الدماء من بلا الحوار معتفش دم يعني هذه نقطة مهمة يعني حقن هذه الدماء يعني هذه نقطة نحنا سعداء بيها يعني توقف النزيف طيب النزيف اللي من دماء أبناء ليبيا يعني شيخ سنوسي إذا كنت أسمعني عذرني عن المقاطعة ما هي الآلية برأيك التي يجب أن تتبع الآن في تونس يعني بعدما تم الاتفاق الألية التي تتبع في تونس إذا كان يبقى أمم المتحدة فعلاً صادقة في أهدافها وفي مباديها للم وحدة الوطن في ليبيا ولم هذا الفقراء الآن الأشقاء المختلفين ضروري يكون أي أقليم يختار من يختار يعني ياسيديا وأقليم برقة يطلعوا واحد يطلعوا اثنين المهم أقليم برقة يختار وأقليم طرابلس يختار وأقليم فازان يختار ولكن أما تجي تقول لي والله نحن بنجوه للقاعة واختاروا أنت وثلاثة أربعة ويجبوهم للقاعة القاعة ما نختارهم اللي في القاعة هذه وعلى أي معايير اختاروهم اللي في القاعة يعني يعني أمم المتحدة يعني في أسلوبها معنا نتأسف عليه يعني ما هيش عادلة يعني هي ترى بأن هذا هو الحل الوحيد الآن شيخ سنوزي نتيجة صلح نظر الدعثة ترى بأن هذا هو الحل الوحيد الآن لا يوجد حل آخر وبالتالي لابد من إيجاد حكومة تؤهد الانتخابات هذه الرؤية الحاصلة الآن نحن نحن ضروري يطلع بحكومة ليش؟ لأن لو فشل هذا الحوار يعتبر كارثة على ليبيا أمم المتحدة تتخلى على الوطن وتتخلى على ليبيا والمجتمع الدولي ياخد خطوة للخلف ورح تنخشوا في حرب ودمار وما فيش حد خسرات اللي احنا اللي بيهن نحن ممكن القضاء هو من قضاء يعني نرضه في شيء نعطيك أبسط مثال نعم ما فيش واحد يمثل فيه يعني فيه إخصاء وفيه تجاهل من طرف أم المتحدة ولكن نحن هذا مش مهم عندنا المهم اللي عندنا نبوه أمن ليبيا ونبوه حقن الدماء وتوحيد الصفوف ويكون فيه انتخابات نزيهة وأهم شيء في هذا مفروض نتنازله في كل شيء لطرد الأجانب اللي الآن محتلين عاصمتنا محتلين ليبيا مقابل هذا يعني مفروض نتنازل في كل شيء من أجل هالأجانب يطلعوا يخلوا ليبي ليبي وحل هالميليشيات وسحب جميع الأسلحة لمخازن الدولة ومخازن الجيش يكون في يد آمنة وبعدين يسيدي نتوازن نحن الليبيين مهما نختلف لو قعمزنا رح نتفق لكن نحن مشكلتنا في من مرضى بالسلطة اللي يدوره في السلطة بدماء الليبيين ويدوره في السلطة اللي معبي كلها جثث من أجل يبقى في الكرسي ما عنداش مشكلة يعني مهما يموتوا بالليبيين هذه كارثة هذه قضية غير خلقية عقولها من أجل نقعمز في كرسي يضيعوا الليبيين وتشردوا الليبيين من أجل مصلحة شخصية وزائلة فحقيقة نحن نبو الحوار ينجح بأي ثمن لكن حوار نبو سلام ليس استسلام إذا كان فيه استسلام والله إذا قدرنا يسيدي من موته من موته لكن أما يكون فيه سلام عادل وأقل يسيدي حتى مش عادل يكون فيه حتى أقل بسيط إحنا قابلين لأننا نتنازل من شيء مقابل شيء الآن مفروض الأمم المتحدة تكون نزيهة خلي برقة تختار برقة تختار برقة متفقين خلي طرابلس تختار طرابلسية متفقين الغرب بصفة عامة الفزانة جنوبه الغربي خليهم يختاره ويطلعوا وينتها القصة وحقيقا حي الضباط الضباط الوطن الضباط اللي يبقوا أمن ليبيا وأمان ليبيا كانوا ماشيين في خطوات متقدمة وخطوات نزيهة وخطوات يعني الآن يعني شوف الآن بعد جت في قيادة حكيمة بين هذه الأطراف ووصلت لهالمراحل بدون أي خلاف وحكموا العقل ويعني حقيقة نحييهم يعني نحييهم ونبي اللي التفق عليه في مستندات ورقية نبوه يكون على واقع الأرض نبوه قوة محائدة من أمم المتحدة وتشرف على هذا حتى عن طريق الساتليت يعني طيب لا ترد الاتفاق العسكري وحاجم القبيل زيان له تشرف عليه وضروري هذا الاتفاق الذي لحظنا أنه فتح المناطق وفتح الطرق ويكون فيه ممارس الطرق وعن طريق الطيران وعن البحر إذا كنت سمعني عذرني عن المقاطعة ترى بأن الاتفاق أو الحوارات العسكرية هي من فتحت الطريق أمام الحوار السياسي الآن في تونس بالتالي نحن رأينا الآن وقف دائم لإطلاق النار وهذا هو بحسب حتى المتابعين أو جل المتابعين يقود إلى توافق سياسي وما يحدث الآن في تونس سيتم اختيارهم من سيتم اختيارهم هم عبارة عن يعني أشخاص سوف يبقون مؤقتين وبالتالي تعهدت الأمم المتحدة بمتابعة كل من يعرقل هذا المسار حقيقة نحييهم خمسة زياد خمسة لكن هذا كل ما تم النقاش والآن هم موجودين في سرط ومتفقين واتفقوا لكن نبقى تنفيذ هذا على وجه الأرض يعني يكون في حماية لهذا الاتفاق حقيقة نحييهم ونحن نشد بأيديهم ولكن اللي نرجع ونقول لك خمسة بخصوص الاجتماع متاع تونس ضروري يكون فيه يد حاسمة في هذا الاجتماع وإذا كان هذا الاجتماع فشل حتى خمسة زياد خمسة رح تفشل ليش؟ لأن السياسيين اللي عندهم السلاح وعندهم المصالح الشخصية رح يخربوا ونحن الخراب في ليبيا أول ما نخاسر هو الليبيين يعني يكفينا نحن الآن عندنا ما يقارب عن ميتين ألف متشرن في داخل ليبيا وما فوق يعني نقص مساكن نقص كل شيء والبلاد الآن في وضع لا يحسن عليه يعني ضروري يتقوا الله حتى في دماء هذا الشهداء وهذا الأرامل وهذا اليتامة وهذا الأطفال يعني فنحن ضروري نرقب الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف يعني ولكن أما نكون طامعين للسلطة السلطة مع عمرها كانت مقياس يعني وبعدين سلطة زي سلطة ليبيا لا تشرف كلها دماء يعني وكلها أرامل وكلها دم يعني مع الأسف الشديد يعني تقولوا كان الليبيين أنا والله العظيم اتأسفت أنه ربي عطاني حتى العمر لين وصلتها العمر وحضرت هذا المأساة يعني معقولة إحنا الليبيين نختلفوا نجو الأمم ونتحدة ونجي وليا تصالح بيننا أي نوسمة عارة علي وجوه الليبيين يا شيخ معقولة نحن هذا 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 تاريخنا تاريخ الرجال تاريخ الشهامة تاريخ اللي شرف كل العرب معقولة نختلفوا من أجل فلان قاعد في كرسي ولا فلان قاعد وزير ولا قاعد ولا قاعد يعني معقولة نصل بنا هالدرجة ما يقدرش نقطقوا الله في أنفسنا وفي أطفالنا وفي أهلنا نقعدوا على طاولة دائرة ونتخذ قرار الرجال وقرار التاريخ مع الأسف الشديد الشجيع الشجيع الشجاع ليس في الحرب فقط الشجاع حتى في السلام اللي يكون يتنازل من أجل ليبيا ومن أجل حقوق الليبيين هذا هو الرجل لكن ليس الشجيع مجرد القتال في الميدان القتال في الميدان ساعات وينتي لكن الشجاع الشجاعة الشجاعة الشيخ سنوسي السلام شجاعة الوحدة شجاعة تتنازل من أجل كل حقق من أجل ليبيا وأطفال ليبيا هذا اللي نتمنوه يعني نعم في حال نجح الحوار ألا تؤيد من يقول بالذهاب إلى نتحدث هنا عن التمهيل لمرحلة الانتخابات الانتخابات تحتاج إلى استفتاء على الدستور وهناك من يقول أنه يجب أن يعمل بالوثيقة الدستورية التي صدرت في 2011 هل تؤيد من يذهب بأن يتم الانتخابات على غرار ما حدث في 2012 و2014 بحيث تم الاعتماد على الوثيقة الدستورية صادرة في 2011 أم أنه يجب التوجه إلى الاستفتاء على الدستور أولا هو شوف الآن الأهم حاجة من هذه القصة هذه كلها التي تبين هيكلية الدولة واتجاه الدولة وجسم الدولة وهدف الدولة وماذا يطلب اللي يبين هو الدستور ضروري الدستور يعاد يعاد سياغته وبعدين الدستور الدستور جاهز من 1951 وصار تعديلها في السبعة وخمسين يديروا فيه بعض التلقيحات فقط يعني ممكن يديروه في أسبوعين ويستفتوه اللي بيين لكن الآن بالطريقة اللي دايرينها الآن من أجل مصالح وصول إلى سلطة مرفوضة هذه لو حتى يطرحوا بكرا أن نرفضوه نحن الدستور هذا الدستور ضروري يكون فيه تعديل لها يعني ضروري يكون فيه تعديل بطريقة تتماشى معلمين تول الدستور اللي الآن طارحين حاطين ما يقارب عن عندنا ما يقارب عن نص مليون ليبي جديد هذين التلبين وبحق المواطنة لا يعطوهم الحق كيف بنعطيهم الحق بيين وجه حق يعني بنعطيهم حق جايبين من أفريقيا وما من أفريقيا ومعارفين من وين جايين هالناس هذه أول حاجة ضروري يرعوه هذا نحن عمارنا مشت لكن للأجيال الآتية هذا كده ما يجيش أهم حاجة نفس الدكتور الدستور اللي يحط هيكلية الدولة ويوري اتجاه الدولة ونمش الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذه لنا اتجاه لنا يعني ولكن أهم حاجة الآن نبقى نطلع من هذه المأساة ضروري نختار حكومة والحكومة هذه أول أول طلب عندها لطرد جميع من في أراضي الليبية وجانب الآخر ضروري رعوا عملية الاتفاقيات اللي صار مع الأتراك ومخاطي الأتراك هذه كلها انتفاقيات ملغية ليس اختارا الشعب الليبي هذه اختار من أجل المصالح الشخصية هذا مرفوض نعم الاتفاقيات السابقة يتم فيها نقاش حاليا في تونس اللي بي اتفاق يوم قيم الدولة مرحبا به كانت تركيا وخاطي تركيا تجي ونتعاملوا معها الند للند مش سيد وعبد هذا مجيش هذه نحن وبعدين هذه أراضي الليبية كيف بنعطي امتيازات في حوض البحر الأبيض المتوصف بنعطي امتيازات هذا رزق الأجيال الآتية كلام مرفوض عندنا يعني مجيش ضروري يكون فيه تعامل الند للند وفيه ثوابت في ليبيا لم نتقلع عليه هذه الثوابت ولا فيه واحد عنده حق انه يقدر يتصرب في الثوابت الليبية هذه أراضي الليبية وهذه حقوق كل الليبيين كيف وزير ولا رئيس مجلس ولا يجي يمشي يعطي امتيازات ويدير التزامات يدفعوها الأجيال الآتية الأجيال اللي الآن قاعدة في الغيب وهي لا تدري يدفع ثمنها هذا شيء نحن لا نقبل عليه هذا يعتبر في حقنا مش صحيح وحتى في حق نفسه اللي قام بهذا العمل نعم الاتفاقيات التي تحدث عنها شيخ سنوسي يتم الحوار والنقاش فيها حاليا في أروقة الحوار في تونس برأيك ما الذي يجب أن يتخذ بشأن هذه الاتفاقيات بالأخص كما ذكرت الاتفاقيات التي حدثت بين حكومة الوفاق وتركها الاتفاقيات هذه ضروري أمم المتحدة تكون منصفة يعني وتكون جادة بما تقول فعلا أنه إذا كان أمم المتحدة صادقة فيما تقول هذه الاتفاقيات يسيدي ما تلغوني يعلقا لأجل غير مسمى إلى حين ليبي عمها الأمن والأمان ويكون فيه ناس وممكن في الاتفاقيات فيه جزء مقبول يكون فيه ناس مختصين لهذا الحوار ويتحاور وإحنا وإيام وبعدين نحن ما عندناش عداء معتال الأتراك يعني أو خاط الأتراك يعني نحن 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 من يجي يحتل وطن هو عدونا لكن نحن لا نملك أي عداء للأتراك في ذات ممكن نحن من أتى بالأتراك نحن زعلنين عليه وغضبين عليه واللي ساند الأتراك حقيقة حتى نحن لا نقبل به يعني لكن في نفس الوقت نحن هذا مش موضوع نحن موضوع ضروري نطلع بجسم بجسم ويأكد وانا حقيقة أول مرة تكون منصفة للليبيين يعني يحددوا المدة لمدة سنة ويكون فيه عمل ضغط ليل نهار لاستخراج ليبيا من هذا المنزلق الخطير هذا المنزلق الأسود حقيقة يعني هذه نقطة مهمة ولكن أنا مشكلتي مع من في الحوار اللي يناخشوا نحن تعطونا فلان وانتجبوا فلان يرى يتقوا الله وتحشموا يسير يجاء فلان وعلان شنو عنده عصاد سيدنا موسى هو اللي يقدر يقول لكم فيكونوا شوفوا هذا كلام عيب يعني اتفقوا يجلسوا حكموا العقل نحن الحمد لله نبو التنازل من الاطراف كلها من اجل بناء ليبيا ومن لم الشمل ونبو الناس ترجع لبيوتها المتشردة في داخل ليبيا وخارج ليبيا ونبو القانون ونبو القضاء النزيه وما نبوش الناس تكونوا كلها في السجون وكلها مؤجلة وقعدين يعني شيء يؤسف عليه يعني هذا هذا جانب جانب لاخر نحن بخصوص القوات المسلحة القوات المسلحة هذه من الثوابت هذه من الثوابت نحن الآن ما عندناش حاجة وحدت بين الليبين إلى القوات المسلحة القوات المسلحة هذه من الثوابت لا نقاش فيها بنناقش على الكراسي الأخرى بنناقش على هذه عندي عندك لكن أمن الثوابت لا نقاش في الثوابت يعني هذا جيش بنناه من دماء ابنائنا وهذا ضروري الجيش يبقى ويبقى على مسافة من الجميع الجيش مهمة حماية الوطن وحماية الحدود وهذا مهمة الجيش هناك تخوفات شيخ سنوسي من عقبة قد تحدث الآن وهي حدثت حتى في مشاورات سابقة هي عقبة اختيار الأسماء خاصة أن الحديث يدور حول اختيار المجلس الرئاسي والحكومة واختيار هؤلاء الأسماء هل ترى بأن هذه العقبة سوف تزول الآن يعني بحسب ما رأينا من جدية في تناول الموضوعات من قبل البعثة الأممية وكذلك من قبل المتحاورين في تونس العقبة محلولة هذه ما هيش عقبة الآن العقبة محلولة بارقة مختارين وطرابلسية شبه حتى ما مختارين الغرب والجنوب مختارين العقبة محلولة يعني لكن أمن إذا كان يطلعوا من الإقليم ويقول لك للاتفاق يكون في الخمسة وسبعين هذا يجد دخلنا نفق ومعاد يسير مننا ويفشل الاتفاق حتى أم المتحدة مفروض تكون منصفة نحن في بارقة ما عندناش خلاف يعني لا نرى أي خلاف في بارقة يعني بارقة كلما اتفقين يعني نعم وفي نفس الوقت الغرب ممكن مختلفين على اثنين ورح يتفقوا ونحن ديما باتصال بهم ونقول لهم رأى أي خلاف يضيع الوطن نحن ضد أي خلاف يعني وظلو يكون فيه تنازل من الأطراف لوحدة الوطن لعدم تمزق ليبيا ونحن يوم سعيد اللي يطلعوا هالأجانب من ليبيا يعني الآن أراضي ليبيا تنوس بالأجانب اللي جايين يقتلوا في أبنائنا ويذبحوا في أبنائنا في داخل ليبيا هذه نحن يوم اللي يطلب هذا هو المكسب يعني ويكفي أن هذا الحوار نحن نؤيد الحوار ونؤيد صوت العقل ونؤيد صوت الوحدة هذا الحوار وصلنا الآن الحمد لله من بدل الحوار للآن معد فيه دم هذه نحن سعداء بيها يعني كان يوميا أن أربعين خمسين واحد ندفن فيهم من أجل مصلحة من نعم طيب سؤال آخر شيخ سنوسي ماذا بعد فتح الحقول النفطية الآن هل سنرى اقتصاد ليبيا مختلف من حيث الازدهار والتنمية أولا النفط حقيقة كانت خطوة مباركة وخطوة جريئة ويوم اللي حصل يعني طلبوا مننا أن نفتح النفط حقيقة نحن كنا مصرين نحن لسنا سعداء بإقفال النفط ولكن نحن لسنا سعداء بهذه الأموال تذهب للميليشيات وتذهب للانكشارين وقتل أبنائنا يعني هذه الأسباب الرئيسية وكانت أيدي غير آمنة في المؤسسة الوطنية للنفط وفي مصرف ليبيا المركزي ما كانوش أيدي آمنة هذا جانب جانب الآخر الآن حقيقة النفط يتدفق بطريقة كويسة الآن ممكن وصله لتسعمائة ألف برميل من فضل الله ورح يصل للواحد مليون ومئة ألف برميل يومي ورح يزيد الانتاج ولكن زيادة الانتاج تبي ضخ من المال لتطوير الحقول والتطوير يتطلب جزء كبير من المال ولكن في نفس الوقت هذه الأموال موجودة الآن تحت مظلة أمم المتحدة في المصرف العربي الليبي الخارجي في حساب خاص والآن قاعدين يديروا في ترتيبات كيف كل حد يأخذ حقها وهذه الأموال لا تذهب للسلاح حتى للجيش أنا ما نبههم يعطوهم هالأموال هذه نحن نبه هذه الأموال تصل للفقراء تصل للجرحة تصل للمسكين تصل لليتامة تصل للي الآن لهم سبعة شهور ما خذوش حقوقهم هذه اللي نبه الأموال تصل لهم وتصل أقل حاجة لهالجرحة للآن الذهرحوا من مكان لمكان ما لاقين من يعالجهم واللي مبتورين الأطراف هذه الأموال نبهوها تصل لهذه وهذه الحقهم لأنه دافع عن وطن وهذا أموال كل اللي بيه ليس أموال جية اعتبارية فقط يعني في نفس الوقت قطعين شرط كويس وكان حقيقة اللي كانوا على هذا الصدهم موجودين كانوا يعني حقيقة ناس مختصين من كل الأطراف وقطعين شرط كويس وكانت يعني لكن في نفس الوقت هذه الأموال تمشي وتتجمد ماهيش مصلحة والليبيين قاعدين في أمسل حاجة يعني الليبيين الآن تجوز عليهم الصدقة يعيشوا في وضع لا يحسد عليه يعني فنحن نبهو هذه الأموال أقل حاجة تصل للليبيين ويحصل حتى الرمق اليومي يعني الناس الآن في بعض الناس مستحقة رمق اليومي يومي مع الأسف يعني دولة نفطية وما فيش حاجة جاتنا من بره هذه كلنا من نفينا يعني هذه كلها طموح إلى السلطة وناس عندها أودولوجية خارجية وناس عندها مطامع إلى السلطة وفي ناس دور في المال وهذا المرض اللي ربي أصابنا فيه ونطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا هذا البلاء نعم شكرا جزيلا لك شيخ السنوسي الأحليق نائب رئيس مجلس حكامة ليبيا كنت معنا مباشرة من بنغازي نعتذر منك فقط نظرا لضيق الوقت لأننا لدينا شق آخر في حلقة لايف على كل حال أشكرك جزيلا شكرا على كل ما تفضلت به شيخ السنوسي الأحليق ومشاهدين الكرام فاصل قصير ومثال نعود لتكملة بقية برنامج لايف سيكون معنا بعد قليل السيد المهدي عبدالعاطي الناشط السياسي من مدينة مصراتة مباشرة فابقوا معنا أهلا بكم من جديد أهلا بكم من جديد أستاذ المهدي عبدالعاطي الناشط السياسي نضم إلينا مباشرة من مصراتة لازلنا نتحدث عن مستجدات الحوار السياسي الليبي في تونس والاتفاق على تحديد موعد للانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 اليوم يتم النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي وكذلك عن الانتخابات بالتحديد سيد المهدي عبدالعاطي نرحبك معنا شكرا لوجودك معنا في حلقة لايف اليوم نرى أن هناك مستجدات انتخابات في 2021 في ديسمبر 2021 ويتم الحديث عن مجلس رئاسي جديد تعقيبك على ما حدث من مستجدات في حوار تونس أولا مساء الخير استاذ محمد شكرا لك وللقناة 218 دائما صباقين في عرض تفاصيل دقيقة ومهمة تعنى بالشأن العام الليبي وبالحوار السياسي نعم تفاجأت اليوم حقيقة بخروج وثيقة مسربة على أنها مقترح اتفاق الأطراف السياسية الليبية في تونس مديل بتاريخ 15 نوفمبر 2020 يحتوي على أكثر من 16 مادة تنص على معظمها على صلاحيات وأولويات الحكومة والمجلس الرئاسي وألية الاختيار الرئيس 15 نوفمبر يوم بكرة هذا صحيح؟ نعم هي الوثيقة مسربة نعم يعني الوثيقة حقيقية بصراحة يعني تفاجأنا الوثيقة حقيقية نعم تفضل تفاجأنا حقيقة بالعديد من المواد الغريبة في هذا المقترح أو هذا الاتفاق نعم أول أول مادة أول مادة واضعينها يعني معقولة تقول أن ليبيا دولة أن ليبيا دولة اتحادية ودات سيادة اتحادية هذه اللفظ الاتحادية هو تأسيس إلى حلم حلم الصهاينة وحلم المجتمع المعادي للإسلام ولليبيا وللدول العربية هو حلمهم في تقسيم ليبيا وإنشاء دول داخل الدولة نعم إذا كان الشعب الليبي يريد من دولته دولة اتحادية أو فيدرالية أو منقسمة لماذا خاضوا هذه الحروب ولماذا لم يرتضي الشعب الليبي منذ سنة 2012 عند انطلاق الفدراليين لمطالبتهم بالدولة الفدرالية لم يقبلوا بهذا العرض واستمرت الفوضى واستمرت الحروب وكله من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ووحدة التراب الليبي نأتي اليوم في سنة 2020 ونجلس في تونس على طاولة مشبوهة تقودها الأمم المتحدة التي لا أعتقد ولا أكاد أجزم بأن عند خروج مثل هذا الاتفاق بأن البعتة الأمم المتحدة تريد بليبيا الخير وعلى هؤلاء المجتمعون في تونس تحمل مسؤوليتهم أمام الوطن وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة لكن الذي رأيناه سيد المهدي بأنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة وكذلك مجلس رئاسي تمهد لانتخابات نعم الانتخابات مدكورة ولكن هناك مواد خطيرة منصوصة في هذا الاتفاق أخترها المادة رقم 15 يعني المادة رقم 15 تنص على إنهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وحلها بشكل نهائي وإلغاء كافة المشاريع المقترحة الدستورية وتشكيل لجنة جديدة يتم تعيينها بالتساوي من الأقاليم الثلاث يعني هؤلاء اللجنة الدستور منتخبة على الأقاليم الثلاثة الآن يريدون تعيين لجنة من الأقاليم الثلاثة مهزة لها هذه نعم فالحقيقة إذا كان المجتمعون في تونس يريدون الوصول إلى انتخابات وطنية نزيهة ويريدون المحافظة على وحدة التراب الليبي عليهم رفض هذا الاتفاق وهذه المواد الخطيرة وهذا السم المدسوس في العسل المنمق على طاولة الحوار السياسي الذي يقول بأن ليبيا دولة اتحادية واحدة دات سيادة اتحادية وأن المادة وإلغاء المادة التي تقول بإنهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية مشروع الدستور اطلعت عليه العديد من الفئات الشعب الليبي ولقى ترحيب وقبول كبير يحتاج إلى بعض التصحيحات أو بعض التعديل في بعض الفقرات ولكنه ليس معيب هذا جهد ومبدول من لجنة صياغة الدستور وهي لجنة بها ناس خيرة وناس وطنيين من كل أطراف الوطن ومن كل مدن ليبيا ولا نشكك فيهم عندما تقول بأنت أنت سوف تقوم 75 شخصية مجتمعين لا ندري كيف تألية خيار اختيارهم ولا ندري من يمثلون هناك بينهم من يمثلون دول إقليمية لديها أياد ونفوذ سيئة في ليبيا وجعلت الشعب الليبي متناحر ومختلف وحدثت حروب بينه طيب يعني في النهاية سيد عبد العاطي تبقى هذه الورقة مسربة فقط رأينا حتى من قبل عن تسريب ورقات وظهرت الأمم البعثة في مؤتمر صحفي وقالت بأن هناك من يريد أن يشوش على طريقة عمل البعثة وبالتالي هي دائما ما تخرج وتعترض إلى حد الآن لا توجد أي نصوص واضحة بهذا الشأن بماذا كنت؟ هذا الاقتراح هذا الاقتراح ليس مسرب من البعتة هذا مسرب من أعضاء من القمسة وسبعين من لجنة الحوار اللي في تونس هذا المقترح ليس لديها موجود لديها فقط موجود لدى العديد من الناشطين السياسيين والمدنيين والأكاديميين في ليبيا بين الليلة الأمس واليوم ونحن نخاف أن تكون هذه المواد سيد عبدالعاطي أعذرني عن مقاطعة تحدثت عن الدستور ألا ترى بأن موضوع للدستور والاستفتاء عليه يحتاج إلى وقت خاصة وأن الانتخابات سوف يتم إجراءها بعد حوالي سنة وشهر من الآن ألا يذهب هذا الموضوع إلى العمل بالوثيقة الدستورية بدل من الدستور مباشرة الاستفتاء عليه لا تجد صعوبة المفوضية العليا للانتخابات إذا في خلال طريق تجهيزها للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية عمدت قبلها بشهرين أو ثلاث بآلية اختيار للاستفتاء على الدستور يا سيد محمد يا سيد محمد إلى هذا خطاب إلى كل الليبيين نعم عندما تريد إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا واستقرار أي دولة لا بد إلى اللجوء إلى دستور يضم هذه البلاد وإلى محكمة دستورية تفصل فيه نعم التداخل بين السلطات في ليبيا ومشاهدناه في الفترات السابقة من الانتخابات المؤتمر الوطني إلى يومنا هذا هو كله بسبب هذه الوتائق المعدلة والمشوها الشعب الليبي دا قدرعا بهذه الوتائق نستفيد منك أكثر يعني آلية الاستفتاء على الدستور كيف ستتم يعني كيف ستعمل الهيئة الوطنية عليا للانتخابات على هذا الموضوع على هذا الشأن في خلال دعنا نقول سنة على الأقل لا لا يمكن مفوضية العليا للانتخابات طبعا الدستور تم التصويت عليه في مجلس النواب مسودة الدستور تم التصويت عليه في مجلس النواب وتمت الموافقة عليها من أغلبية أعضاء لجنة الدستور نحن دولة موجودين داخل نطاق العالم موضوع الاستفتاء على الدستير موجود منه نماذج كثيرة المفوضية تستطيع الاستعانة بأي نموذج في طريقة في آلية الاستفتاء والاعتمادة وتنزيل الدستور الاستفتاء للشعب طبعا هناك مواد تم تعديلها من قبل مجلس النواب على أن يتم الدستور الموافقة عليه بأغلبية خمسين زايد واحد في كل إقليم نعم لذلك الشعب الليبي سوف يكون ممتلا بالكامل في آلية اختيار هذا الدستور تعتقد أن يتم التوافق عليه مجلس الليبيين؟ على الأقالي من ثلاثة بحسب ما هو مقسم وبحسب ما هو مخطط لها من قبل من بعد ما تم الاستفتاء عليه خمسين زايد واحد في كل إقليم تعتقد بأن الليبيين سوف يتفقون على مشروع الدستور؟ نعم أعتقد بأن الليبيين ذاقوا درعا من كل الذي يحصل في ليبيا ويريدون الاستقرار مستقبل أجيال قادمة مرهون في هذا الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات عامة المواطنون الآن يطفحون الكيل في كل ليبيا لا يوجد أي تحرك اقتصادي الركود الاقتصادي صعب البلاد بالشلل عدم وجود الأدوية عدم وجود المستزامات الطبية تفشي جائحة كورونا في أغلبية المدن الليبية شرقا وغربا وجنوبا كل هذه الأمور سوف تجعل من الشعب الليبي يقف هذه المرة أمام هذه المرحلة الحساسة ويجري الاستفتاء على الدستور بكل أريحية أنا متفائل جدا بأن الشعب في هذه المرة سوف يجد كامل الأريحية من أجل الاستفتاء على الدستور وإنهاء هذه المراحل الانتقالية والدخول في البلاد في انتخابات عامة شفافة تختار برلمان حقيقي ورئاسة دولة تخرج بليبيا من هذا المنعرج الخطير طيب أنا لن أعطيك تشاؤم سيد عبد العاطي ولكن هناك تخوفات من أن ما يحدث الآن في تونس سيكون ملحق لما سبق كانت هناك مشاورات أعطيك على سبيل المثال الخطة التي أعلن عنها المبعوث السابق غسان سلامة والتقى بأعضاء من مجلس النواب وعضاء من مجلس الدولة وأعلن عن خطة التي تبدأ بالتوافق والانتهاء بانتخابات عامة وبالتالي لم تنجح وتمت عرقلت عدة مواضيع منها حتى اختيار الأسماء في تشكيل الرئاسي وهذا ما يحدث الآن بالفعل يعني كان والليبين يقولون أن الموجودين هم نفس الوجوه وبالتالي سوف تحدث هناك عرقلة حتى في عالية اختيار الأسماء بالنسبة لي رأيي أنا الشخصي أنا أحب أن تتكرر نفس الوجوه في الحوار في تونس لكي يتضح للشعب الليبي هؤلاء من هم وماذا يفعلون وإلى ماذا سوف يريدون أن يوصلون البلاد في هذا المنزلق الخطير بالعكس أنه سعيد جدا لتورط كل هذه الأسماء التي كانت سببا في ضيق العيش على الليبيين وسبب الحروب وسبب المشاكل في ليبيا بمعظم أغلبية 90% يعني الأسماء الآن حتى المطروحة للترشح لمجلس الرئاسي أو لمجلس الوزراء ليست بالأخيارات الجيدة بالنسبة للشعب الليبي إن عدم تلثقة فيهم ولكن إن عدم تلثقة فيهم يعني رأوا تجربتهم بالفعل على مدى السنوات ويعني لم يكن هناك أي تغيير يعني ما فيش حد يقولك يعني باللهجة حول رشادة وحط رشادة بس بالفعل كلامك صحيح أنا سعيد جدا لتورط كل هذه الأسماء أقل شيء ليعلم الشعب الليبي من هم أعضاء نوابه ومن هم أعضاء مجلس الدولة الذين اختروهم في السابق كأعضاء للمؤتمر الوطني من هم ممتلينها السياسيين من هم رجال الأعمال الفاسدين الذين وصلوا الآن إلى لجنة الحوار ونسمع بشراء الدمم خلال الاجتماعات في تونس ومن هم السياسيين الفاشلين ومن هم ممتلين الأحزاب السياسية الفاشلين لا بد للشعب الليبي أن يعلم من هم هؤلاء وأن يتضح لهم كل ما يحدث الآن أحسن شيء قامت به البعتة هي طوريط كل هذه الأسماء التي كان معظمها يشتغل في الخفاء من أجل دمار ليبيا الآن هم جاليسون في تونس وأمام الشعب الليبي والآن سوف نرى بأم أعيننا ماذا سيخرجون لنا وإذا كانت صحيح هذا الاتفاق أو هذا المقترح وماذا سوف يفعلون ومن هو رئيس الحكومة الذي سوف يختارونه ستيفاني وليام زامس في المؤتمر الصحفي الافتراضي قالت جملة هي لافتة هذه الجملة سأميها عليك سيد عبد العاطي قالت لن نتسامح مع من يحاولون عرقل التقدم أو عرقلة التقدم المحرز في المفاوضات الليبية شرقا وغربا للاحتفاظ بابتيازاتهم الحالية ما الذي ستفعله ستيفاني وليامز مع المعرقلين يعني شيء أكيد أننا سوف نرى معرقلين ما يحدث في تونس الآن أو حتى نتائج ما يحدث في تونس والله 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 السيد محمد ما عندها مدير أكثر أكثر من اللي داروا اللي قبلها ليون برناندين وليون وشفنا كوبلر ووضعوا أسماء ليبية في قائمة العقوبات في الاتحاد الأوروبي أو في غيرها ولم يتحقق أي شيء نجد عقيلة صالح اسمه في اسمه في العقوبات وهو يصول ويجول في دول العالم وضعوا نوري بوسهمين اسمه في العقوبات وهو يصول ويجول في دول العالم وغيرهم الكثيرين من ستيفاني وليامز الذي أتت بسراق المال العام وأتت بالسياسيين الفاشلين في جلسة الحوار وضمتهم في تونس سوف لن تجد أي سبيل لاتهام أي معرقل ولن يكون هناك معرقلين بالعكس هذه الصفقة الآن سوف يتوافق عليها الكثيرون لكي لا يذهبون إلى السجون لأن الكل متورط في الفساد والفساد الذي ضرب البلاد في هذه السنوات لن يكون هناك دولة قانون حتى بعد إجراء الانتخابات يعني دعنا مننا 18 شهرا هذه أو سنة وشهر بالتحديد بعد إجراء انتخابات وقيم دولة التشاؤم التشاؤم الآن التشاؤم الآن أستاذ محمد ليس في 18 شهرا إنما ممكن ماذا سيحدث في 18 شهرا هل سوف يكف هؤلاء هذه الأياد السوداء الجاتمة المتحكمة والمتصرفة في أموال الشعب الليبي التي داقت درعا ببلادنا وضرب الفساد فيها حتى وصل إلى أصغر المؤسسات في ليبيا وأنهت الاقتصاد الليبي هل سوف يتوقفون عن دعمهم إلى الفيلميليشيات هل سوف يتوقفون عن حدوث الحروب وعن الكيل بميكيالين تارة تجدهم يدعون إلى الصلح والمصالحة وإلى السلام وتارة أقرأ يجندون الميليشيات ويدعمون الحروب ويحردون على القتل والخراب والدمار هل فعلا سوف يخرج مكتب النائب العام ويطلب أسماء كل المعرقلين في قائمة ويحولها الانتربول الدولي طيب سيد عبد العاطي قبل أن نختم معك يشير الزمراء بأن الدقائق معدودة فقط حتى للحجز على القمر الصناعي قبل أن نختم معك هو السؤال الآن لو كنت أنت حاليا موجود مع المتحاورين في تونس ما الذي ستقول لهم سوف أرفض هذا المقترح سوف أقوم برفض هذا المقترح رفضا نهائيا وسوف أفضح كل أسماء لجنة الحوار الذي يتبط تورطهم في شراء دمم أو تقضيهم إلى رشاوي مهما كانت تمم ومهما كانت صفاتهم ومهما كانت مسمياتهم نعم نعم طيب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سيد المهدي عبد العاطي الناشط السياسي كنت معنا مباشرة من مدينة مصرات على كل ما تفضلت به في الشق الثاني من حلقة لايف لهذا اليوم إذن وصلنا بكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة لايف وكنا نتحدث عن جديد ومستجدات طرأة على الحوار السياسي الليبي تحديد موعد للانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر 2021 الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي مصرر من رئيس ونائبين كل ما تحدثنا عنه يتم التشاور حوله الآن في أروقة قاعات توبس شكرا للمتابعة مشاهدين الكرام شكرا لضيوفنا الذين كانوا معنا في هذه الحلقة في أمان الله شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة